بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل محمد قبل لا أبدي كلمتي لدي رد على أخي عزيزي أبو الشهيد ياسين ملف الشهداء يجب أن لا يكون على أي طاولة حوار ملف الشهداء يجب أن يكون حوار لوحده ملف الشهداء يجب أن يكون مطالبه به مطالبه بحد ذاتها لأن ملف الشهداء شيء خرجوا من أجل مطالب هذا الشعب فيجب أن يكون ملفهم من عزل عن أي حوار نحن هنا جميعا أمام هذه الرياض رياض الشهداء نحن أمام شهداء قدموا أنفسهم وارواحهم من أجل هذا الوطن ومن أجل حقوق هذا الوطن لم ينالوا حقهم في المطالبة بعقاب والقصاد بمن قتلهم نعيد ذكرى 14 فبراير ونتذكر الشهيد علم شيمع ونتذكر الشهيد إحسين الجزيري الذين سقطوا في هذا اليوم من أجل مطالبة هذا الشعب بحقوقه نحن نتضامن معهم ونسير على خطهم جميعا ويبقى هذا الشعب مطالبا بحقوقه العادلة الذي أقرها له رب العالمين أما مطالبة حقوق الشهداء فستبقى مطالبة بالقصاص العادل ممن قتلهم لا زال أهالي الشهداء يطالبون بالقصاص ولكن ليس هناك ما آدان صاغية لهذه المطالب نتضامن معكم جميعا كعوائل الشهداء أتضامن أنا بصفتي الشخصية وبصفة جمعية الوحدوي مع عوائل الشهداء جميعا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا